كيف نقوم بتعليم القراءة للمبتدئين في المدرسة الابتدائية؟ إذا نظرنا إلى طرق تعليم القراءة للمبتدئين، فإننا نجد أولاً الطريقة الجزئية التي تشمل الطريقة الهجائية والطريقة الصوتي. في البداية، لابد أن نوضح أن طريقة تعليم القراءة تختلف من مرحلة إلى أخر، ومن تلميذ إلى آخر، ولذلك لا توجد طريقة مثلى لتعليم القراءة، وكذلك أيضاً لا توجد طريقة أفضل من الأخرى. وإنما طريقة تدريس القراءة الفعالة هي الطريقة التي تنبع من الموقف التعليمي، وهي الطريقة التي تناسب المتعلم تحت ظروف وشروط معينة طبقاً للفروق الفردية وحاجات المتعلمين. قبل أن أوضح لك المقصود بالطريقة الجزئية، أريد أن أسألك هل يمكنك أن تتذكر كيف تعلمت القراءة في مدرستك الابتدائية؟ كيف بدأ معك المعلم أولى خطوات تعليم القراءة؟ الطريقة الجزئية هي الطريقة التي تبدأ بتعليم الجزئيات في ميدان القراءة، تبدأ هذه الطريقة بتعليم الحروف الأبجدية بأسمائها تصبح الطريقة الهجائي، أو بأصواتها تصبح الطريقة الصوتي، ثم ينتقل بعد ذلك المعلم إلى تعليم تلاميذه المقاطع ثم الكلمات والجمل. ولذلك فالطريقة الجزئية تشمل نوعين، إما أن نعلم القراءة بالطريقة الهجائية أو الأبجدية، وهي الطريقة التي تعتمد على تعليم الحروف الأبجدية مستقلة. نعلم حرف ألف، با، تا، ثا، ثم نعلم طريقة نطق كل حرف بالحركة القصيرة المختلفة. ألف فتحة أ، ألف ضمة أو، ألف كسرة إ، كذلك نعرف التلميذ كيف يرسم كل حرف بجانب نطقه واضعاً الحركة الصحيحة عليه. ونعلمه أيضاً كيف يرسم كل حرف في الأماكن المختلفة من الكلمة، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. ثم بعد التأكد من تمييز التلميذ لكل حرف، ننتقل به إلى النطق حرفين مثل كلمة يد، ثم نطق كلمة من ثلاثة أحرف، ثم يبدأ في قراءة الحروف مكتمعة، مشبكة. في هذه الطريقة لا نبدأ بتعليم القراءة بالحروف التي تمثل للمتعلم مشكلة مثل حروف المد، المنقوص، والمقصور، إلا بعد معرفة الحروف الأخرى. هناك معلم آخر يستخدم الطريقة الجزئية، ولكن بما يسمى بالطريقة الصوتي. الطريقة الصوتية تقوم على تعليم الحروف بأصواتها في كلمات، بحيث ينطق بها أولاً على انفراد. الطريقة الصوتية والطريقة الهجائية يتفقان فيما عدا تعلم أسماء الحروف، وإنما بالتركيز على الصوت المجرد المقابل لكل رمز مكتسب. نحن لا نعلم أن هذا اسمه ألف، وإنما نعلم أن هذا الحرف عندما توضى عليه فتحة نقول عليه آ، وعندما توضى عليه ضمة نقول عليه أو. وعند التمييز بين الأصوات في حالة الإملاء مثل التمييز بين حرف السين والصاد في كلمة سفر وكلمة صفر. والحقيقة أن الطريقة الجزئية تتعرض لنقد لأنها طريقة عقيمة وبطيئة ومضيعة للوقت والجهد، وتبعث على ملل الأطفال ونفورهم. لذلك ظهرت الطريقة الكلي، الطريقة الكلية تعتمد على الإدراك الكل للمفردات ككل، يتم التعليم فيها بناء على تكرار كل كلمة مرات ومرات في الدرس الواحد والدروس الأخر. تتكرر الكلمة المرات تعلمها خلال الكتاب الواحد أكثر من ثلاث عشر مرة. معنى هذا أن الطريقة الكلية سميت كلية لأنها تبدأ بتعليم الكل وهو الكلمة قبل الجزء وهو الحرف. على أساس أن هذا هو الترتيب الطبيعي في الكلاء، فنحن لا نتحدث إلى الطفل في المنزل بالقاف والطه والته، وإنما نعلمه لفظ قطة وننطق بها مرة واحدة. نشير بها إلى الحيوان الذي يعيش في المنزل مثلاً واسمه قطة، بتكرار الطفل للأصوات التي يسمعها مترابطة متلاحقة في كلمة واحدة يتعلم كيف ينطق كلمة قطة. ولكن هذه الطريقة أيضاً لا تخلو من عيوب، فهي تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى أن نساعد التلميذ كثيراً جداً لكي يتعرف الحروف المراد نطقها، وكثيراً ما يعجز التلاميذ عن تعرف الكلمات والحروف بشكل منفصل. نتيجة للعيوب الموجودة في الطريقة الكلية ظهرت ما نسميه بالطريقة التوليفي والطريقة التوليفية هي طريقة تجمع بين مزايا الطريقتين لأنها تعمل على تعليم القراءة من خلال التوليف أو المزاوجة بين الطريقة الجزئية والطريقة الكلي. من الأسس النفسية واللغوية لهذه الطريقة أنها تؤمن أننا يجب أن نبدأ بتعليم القراءة من خلال الجمل، لأن معرفة الكل أسبق من معرفة الجزء، وأن وحدة المعنى في اللغة هي الجملة، وأن الكلمة هي الوحدة المعنوية الصغر. هذه الطريقة ترى أن القراءة ليست عملية التقاط بصري للرموز المكتوبة، ليس فقط أن يترجم التلميذ الصغير هذه الرموز إلى أصوات ومعانن. القراءة ليست عملية قائمة على التخمين، ولكن القراءة عملية بناء للمعنى. ولذلك الطريقة التوليفية تسير في أربع مراحل هي مرحلة التهيئة، ثم مرحلة التعريف بالجمل والكلمات، ثم مرحلة التحليل والتجريد على مستوى الجملة نحللها ونجردها إلى كلمات، وكل كلمة نحللها ونجردها إلى حروف وأصوات، ثم مرحلة التركيب. هذه المراحل الأربعة مترابطة متعاونة، كل مرحلة لها وظيفة، كل مرحلة تماهد للتي بعدها وتتداخل فيها، لذلك أنت كمعلم لن تصل إلى الغاية التي تنشدها من تنمية قدرة أطفالك على القراءة، إلا إذا قمت بتنفيذ هذه المراحل تنفيذا كاملا صحيحا.